يوم 17 ديسمبر اللي فات لما صدر الحكم ببراءة تلاتة اتهموا بهاتك عرض السيدة سعاد سابت اللي احنا بنعرفها بسيدة الكرم القضية كان بقالها سنين بيتم تدولها في المحاكم وكانت الناس متوقعة حكم على هؤلاء المتهمين الحقيقة يعني تجردوا من كل اشكال الانسانية واهانوا هذه السيدة وعروها يعني كانت تعريت هذه السيدة امر مفزع جدا اليوم ده 17 ديسمبر اللي فات لما صدر الحكم ببراءة المتهمين التلاتة وحاجة زي دي ممكن نتفهمها بشكل قانوني لانه مش مهم يبقى معاك الحق بس المهم تقدر تثبت هذا الحق وخاصة في عرف المحاكم لانه المحاكم بتاخد بالاوراق بتاخد بالمستندات بتاخد بالوسائق بتاخد بشهادة الشهود ويبدو انه في هذه الوقعة اللي كانت حصلت قريبا في 2016 تضربت اقوال الشهود في لحظة ما استفاد منها المتهمين فالمحكمة حكمت ببراءته اليوم ده اعلن النائب العام انه بيبحث من خلال مكتبه آليات الطعن في هذا الحكم بعد الاطلاع على الحيثيات اللي بتودعها المحكمة اللي اصدرت الحكم بالبراءة انتو عارفين بعد الحكم ما بيصدر بتبقى ليه حيثيات سواء كان هذا الحكم بالادانة او بالبراءة بيبقى فيه حيثيات اللي هي الاسباب اللي هي المبررات يعني انا ليه اصدرت هذا الحكم بالبراءة او اصدرت هذا الحكم بالادانة نائب العام المستشار حمد الصوي قال والله احنا هنبحث في المكتب مكتب النائب العام آليات الطعم هنقرأ الحيثيات ونشوف نهارده قرر النائب العام بشكل نهائي والخبر نشر على الصفحة الرسمية للنيابة العامة وزي ما قدام حضراتكم اهو نصا لانه هذا الخبر يمكن بنعتبره من الاخبار المهمة والاخبار اللي ليها دلالة ليها دلالة ازاي اقول لحضراتكم بس ما نقرأ الخبر مع بعض امراء السيد المستشار النائب العام اليوم الاحد الموافق واحد عشره عشرين واحد وعشرين بالطعم على الحكم الصادر بتاريخ سبعتاشر اتنشر عشرين عشرين ببراءة ثلاثة متهمين بهات كعرض سيدة بقرية الكرم بدائرة قسم شرطة ابو ارقاص بالقوة في غضون مايو الفين وستاشر في القضية رقم تلاتة وعشين الف ستمية تمانية وستين لسنة الفين وستاشر جنايات ابو ارقاص وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام اسباب الحكم واوجه الطعن علي ليه بقول لحضراتكم انه هذا الخبر بالنسبالي هذه الصيغة بالنسبالي هذا القرار بالنسبالي من النائب العام بعتبره قرار تاريخي لانه اول حاجة يوم ما النائب العام قال هذا الكلام فبعض الناس تشككت وقالت انه هذا الاعلان قد يكون اعلان سياسي يعني الاستيعاب حالة الغضب اللي كانت موجودة وقتها يعني ناس كتير غضبانة وزعلانة وتقول ازاي والست ظلمت والست اهينت والست تم تعريتها والناس شافت ده فالناس كانت غضبة بشكل كبير وبدأ ناس يسيسوا هذا الحكم وقولك اه طبعا ما هي عشان مسيحية هتعامل معها كده تبديل لو ست مسلمة كانت عامل معها كده لا طبعا ما كانش هيتعمل كل هذا الكلام تقال فوقتها بعض الناس تشككوا اللي هو ايه العادة الان يعني الاصل في الاشياء الان في مصر التشكيك وبعد كده نبقى نشوف رغم انه انت الاصل في الاشياء انك تبقى مسدق تبدي حسن النية لكن الاصل في الاشياء في مصر الان بقى التشكيك فبقى تشككوا وقالك يعني طبعا شان يهدوا بس الجوة ولا فيه طعن ولا حاجة ولا النيابة هتهتم ولا حاجة او الحكم صدر والستة دي بقى لها ربنا لما بيصدر النهاردة هذا القرار لا يبقى احنا قدام مؤسسة جادة جدا بتعمل بشكل جد جدا وبتؤكد من خلال هذا القرار الكلام عن دولة المواطنة اللي احنا بنتكلم عليها يعني هو هنا لما بياخد هذا القرار هو بياخده حفاظا على حق مواطنة مصرية اسمها ست سعاد سابت موجودة في القرية الكرم في المينيا هي بقى مسلمة هي مسيحية هي كبيرة هي صغيرة هي مفيش يعني لا يوجد شيء يؤثر الا انها مواطنة مصرية ومن حقها على النيابة ان هي تطعم في هذا الحكم فالحقيقة يعني كل الشكر لسيادة النائب العشر حمد الصوي في بعض الناس يقول لك لا احنا ما تشكرش النيابة لا بنشكر النيابة لان النيابة هي محمد الشعب فعندما يصدر هذا القرار فاحنا بنبقى مطمئنين وبنقول ان شاء الله هذه السيدة اللي الحقيقة ظلمة ظلم بيّن ما كانش لها زنب يعني فيه خناقة صحيح ابنها متورط في حاجة وخصومه بيتخلقهم ما لك الناس اللي راحها فتعمل فيه هذه السيدة ده بصرف النظر زي ما بقول المسلمة مسيحية احنا بنتكلم عن مواطنة بنتكلم عن انسانة فشكرا مرة اخرى للنياب العام اللي الكلام صدر منه والنهاردة التطبيق العملي عليه معنى ذلك ان احنا قدام طعم في الحكم ببراءة التلات متهمين اللي كانوا متورطين في قضية سيدة الكر ترجمة نانسي قنقر